كابتن عادل اسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يمكن ده اكبر دافع للعيبة النادي الاهلي على مدار جميع البطولات بصها كابتن يعني انا من وجهة نظري اني الجمهور بصق فيك كونوا انه اذا علام منك فترة فده ثقة فيك خلي بالك انت عودتوا على كده احنا عودنا على جمهورنا على كده دائما المكسب دائما المكسب حاجة ايجابية انه ممكن يزعل منك لو انت اثرت سنه من وجهة نظره كجمهور وانا اقولك حاجة ممكن واحد ولا اتنين ولا تلاتة ممكن يتكلم مش كويس لكن عمر جمهور الاهلي ما بيعمل كده يعني انا مش شايف ان جمهور الاهلي ممكن يغزل اللي عبته او نديه لانه جمهور عظيم طول عمر احنا مش بنغزله ولكن هو جمهور الاهلي اللي عمل كل الاسماء اللي عادة صحيح وجمهور الاهلي اللي عمل النادي الاهلي دي حقيقة وده اللعب رقم واحد انا طول عمري بقول كده وانا ما بزعلش منه حتى لو انتقدني حتى لو راح لأقصى حاجة حقه انت فاهمني يا كابتن ايمن حقه حقه واحنا لازم نتقبل دي لكن مش الجمهور الاهلي اللي بيعمل كده بالعكس جمهور الاهلي معك جدا جمهور الاهلي حاسس بالكلام اللي كابتن قالوه جمهور الاهلي فخور بالفرقة اللي موجودة حاليا فخور بالبطولات اللي احنا خدناها وفخور باللي حصل لنا فكاس العالم الانديا كاس السوبر خدناه خدنا كاس افريقيا مرتين واربعات هو فخور بيك جمهور النادي الاهلي حتة ان حد واحد ولا اثنين ولا تنته في السوشيال ميديا ان هو ينتقد فدي حاجة خاصة بيه لكن جمهور الأهل لطول عمره هو مساند للنادي الأهلي وبعدين سؤالك بقى يا كابتنا أجاوب أنه ما تفضل أنا سهل بالظهر اللي أنت قلته لي ده مش فكرة أنا قلت لك لا أصلاح أنا كان في حاجة مركز فيها أنا أقول لك على اسم النادي الأهلي أه على اسم جمهور النادي الأهلي أصلاح ما بيقول لك الميستر موسيماني يخلق دوافع جديدة للعيب ميستر موسيماني الفترة ديت بعد خسارة النقطتين يتكلم مع اللعيبة والجزء النفسه طبعا مهم الفترة ديت هنتكلم عليه طبعا يا كابتنا هنتكلم عليه ولكن علشان تخلق دوافع للعيبة جديدة لازم أتكلم لا طبعا اسم النادي الأهلي لوحده وجمهور النادي الأهلي أكبر دافع اللعيبت النادي الأهلي أنت عارف أن الجمهور ده مدرب أنا بكلمك بمثال أمانا هو عين الفقر عين والله مدرب وبيتكلم صح وبيتكلم في كل حاجة وبيتكلم على إنك إنت لما تخفق شوية ممكن المدرب يعليك كل ده النقد اللي احنا بنتكلم عليها كابتنا هم من حقهم ينتقدوا ومن حقهم يفرحوا الكرة القدم اتعاملت للجمهور وليس للعبين اللعبين يشتغلوا ويكسبوا والمدربين يشتغلوا ويكسبوا والجمهور يفرح ولما يزعل منك الجمهور يجب أن أنت تصلحوا وترجعوا تاني لكن النادي الأهلي أكبر من أي وقف الفرق ما بين نادي صغير وكبيرا كابتنا الفرق بين النادي الأهلي وكل الأندية اللي موجودة النادي الأهلي لما كان ياخد الأربع بطولات في السنة ويتعادل وهو كسبان الدوري الجمهور بيزعل منه هو ده اللي عمل النادي الأهلي كده اللي طول الوقت يا كابتنا نايمان انت عارف لو انت كنت حاسم الدوري وتعادلت مع اسماعيل المطش اللي فات كان زعل منك الجمهور نفس الكلام كان قاله الجمهور جمهور الأهلي مليان بطولات وشبعان من البطولات لكن طول عمره في المقدمة مش هيقبل من حد إلا المقدمة حتى لو خدت له كل بطولات الدنيا وأخفقت بس في حاجة بسيطة هيقولك انت ليه أخفقت فيه لأن احنا الأبطال وإحنا الكبار صحيح مقدم ترجمة نانسي قنقر مقدم ترجمة نانسي قنقر